أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال للتوسع في إقامة المدارس المهنية وتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية ونوه الرئيس السيسي بدور مراكز البحث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها لإيجاد حلول للمشكلات التي تحتاج إلى التطوير نحن مستعدين من خلال المدارس الفنية الموجودة وفي رجال أعمال عملت كده يعني في رجال أعمال عملت مدرسة وفي رجال أعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظيفها لصالح إنتاج وتدريب حاجتها من الإعمالة يعني علمتهم في المدارس ذات واخدتهم أو بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم اللي أنا عايز أقوله هنا أن إحنا مستعدين نتوسع في هذا الأمر ومنشجع رجال الأعمال على ده على أن إحنا النهاردة يساهموا معنا أنا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية أنا بتكلم يساهموا معنا في أنه هو مصار إعداد وتأهيل خريج من المدرسة دي يكون عنده فرصة حققية سوء العمل أنا بتكلم في النقطة دي